يقول السائل في هذه الأوقات الكارثية العصيبة حملت لنا وسائل التواصل الاجتماعي بيانا مؤلما من إحدى المرجعيات الطبية السنية تدين فيه إحدى قبريات الحركات الإسلامية وتتهمها بالابتداع في الدين وبالتعاون مع الرافضة وقد هلل الكيان الغاصب لهذا البيان وأعرب عن إشادتي به وقدمت تحية لأصحابه فختم تعليقه عن البيان بقوله حياكم الله هذه كلمة من الكيان الصهيون الغاصب حياكم الله أخذ كلمة ختم بها بيانا وكم آلم هذا البيان كثيرا ممن يشاهدون ما يجري في غزة من مذابح ومجازر واشتياحات وما خلفتهم من أقوام من الأطلال والأشلال والخرائب وكيف تداعت كل قوى البغي والظلم والعدوان على كلة من المدنيين العزة البرا وبحرا وجوا يقول السائل هل لكم من نصيحة أو تعليق اللهم الهمنا الرشد وجنبنا الزيغة والزلل في القول والعمل اللهم أهمي أقول السائل الكريم لي في التعليق على ما ذكرت جملة من الوقفات الوقفة الأولى أولا التحقق والتثبت مما ينشر من ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي مضمونا وتاريخا فقد يعبث بمضمونه وقد يكون مما أقمض عليه زمن طويل وارتبط ساعة صدوره بسياقه وبصاطحاته ثم أعيد اليوم إنتاجه إعلاميا في وسط هذه الجوقة الإعلامية التي يقل فيها التثبت ويندر فيها التحقيق والتمحيص والإعلام صناعته في الأصل الإثارة هذا الرقم واحد طيب رقم اثنين أن المناصحة فيما يرى مجانبته للصواب ينبغي أن تقدم في أحسن حال توقيتا ومضمونا وأن لا يتخذ منها سبيل إلى الطعن في المخالف والتهيج عليه لا سيما في أزمنة الفتن وغربة الدين وتحت مطارق المحن والتوارث وأن نحفظ لأهل السابقة علما ونشرا للسنة أو جهادا وبلاء في نوصة الحق والزياد عن حياضه سابقتهم وفضلهم وأن نقدرهم قدرهم وأن لا نقزم أو نهمش عبوديتهم لله وإن شابها شوب من القصور أو التقصير بل يثنى عليهم بما أحسنوا فيه وينصح لهم فيما قصروا فيه وجانبوا فيه الصواب نعم ثالثا أن التنبس ببعض البدع ما لم تكن ناقضة لأصل الدين أو مجبة للردة عن الإسلام لا تقدح في ثبوت أصل الموالاة الإيمانية محبة ونصرة لا سيما عندما يتعرض هؤلاء لخطر الاستئصاد والإبادة الجماعية من قبل عدو لا يتمارى أحد غير مغلوب على عقله في كفره بالله ورسله ولا في عداوته المغرقة والمفرطة لله ولرسوله وللمؤمنين طيب رابعا أن للضرورات اعتبارها فيما يتعلق بالاستعانة بالمخالف سواء فيما يتعلق بالاستعانة بالمخالف في الدين من ملة أخرى أو المخالف في أصول السنة لقد رخص جمهور أهل العلم إبان الغز والعراق للكويت في الاستعانة بالقوات الأجنبية الصليبية لرد عدوان البعث سواء كان هذا الخطر واقعا بالفعل كما هو الحال أو كما كان الحال بالنسبة لدولة الكويت أو كان متوقعا كما هو الحال بالنسبة لبعض دول الخليل ولم تكن الاستباحة يومها قد بلغت ما تبلغه العربدة الصهونية اليوم في غزة على مرأة ومسمع من العالم أجمع خامسا أنه في أوقات الدفع العام تحتشد الأمة كلها بكل أطيافها السنية والبدعية لدرء الحرابة وكف العدوان ولقد روي أن علي قال للخوارج الذين كانوا من أشد الناس تكفيرا للأمة وقتالا لها وخروجا على جماعتها لكم علينا ثلاث ألا نمنعكم مساجد الله أن تذروا فيها اسم الله ألا نمنعكم من الغنيمة والفي ما دامت أيديكم معنا ألا نبدأكم بقتال ما لم تقطع السبيل وتسفك الدم الحرام ولقد روي أن شيخ الإسلام ابن تيمية كان يقول لمن يستغيث بزيد أثناء القتال الله خير من زيد الله خير من زيد ولم يسع في تكفيره وإخراجه من صفوف المجهدية سادسا ألا تحجبنا عاطفة النصة بأهل الجهاد والرباط عن القيام بحقهم في النصح والتوجيه والتسديد فإن الدين النصيحة وهم أولى الناس بمثل النصيحة لهم وهم أحرى الناس بقبولها إذا قدمت لهم على وجهها ومن أهلها وهم يحملون رؤوسهم على أكفهم إعلاء لكلمة الله ونصة لدينه وزيادا عن حرماته هذا ما تيصى التعليق به على هذا السؤال وأسأل الله جل جلاله التوفيق والسداد والرشد ترجمة نانسي قنقر